أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى في هذا في هذا الجزء من هذه الحلقة ضيفي لهذا اليوم هو سيادة النائب النائب الأستاذ النائب باسم خشان النائب يعني أستاذ باسم شكرا جزيلا شرفتنا أشكرك تحية لك والي المشاهدين الكرام للمرة الثانية نلتقي بهذا البرنامج عجلت قيمة 2018 شنة بعدك تحاول تصير نائب و رافع دعوة وحاليا أنت نائب مع وقف التنفيذ يعني شنو نائب مع وقف التنفيذ الحقيقة نائب مع وقف مع إيقاف النيابة لأن السيد الحلبوسي وسيد حسن الكعبي قرروا أن يخالفون القانون يصورون نفسهم فوق القانون لذلك منعوني من دخول مجلس النواب رغم أني حاصل على قرار من المحكمة الاتحادية والآن تمثيل المثنى حقيقة نحن سبع نواب في المثنى اثنين منهم عضويتهم باطلة ويتقاضون رواتب خلاف القانون يعني السيد الحلبوسي وحسن الكعبي ارتكبوا جريمة بحق المال العام إضافة إلى مصادرتهم لحق الناخب أبناء المثنى الناخبين من أبناء المثنى في اختيار من يمثلهم حقيقة هذه من الجرائم الكبرى وأصور أن هذه الجرائم ستكون مواضيع لمعارك كبيرة قادمة ويكون الخاسر فيها الحلبوسي و الكعبي لو باقي بسائرون كان هم علقوا عضويتكم و ما خلوك تسخل؟ هو الحقيقة يعني سائرون عرفوا أنه أنا عندي اعتراضات على سياسة السائرون لأن أنا انسحبت حقيقة لما السائرون كانوا جزء من تشكيل الحكومة بالطريقة المخالفة للدستور التي تمت وأيضا أعلنت السحابي بعد ما رجعوا المفوضية وعادوها للعمل المفوضية التي ارتكبت جرائم الفساد الكبيرة التي لحد الآن مات حاسب ولا واحد منهم عليها سيد باسم أيتشنت أتمنى لو قاعد قبالي فعلا وقدم لك صنية بقلاوة وشاي وقهوة وكذا بما أنه اللقاء وراء الفطور مثل ما سونا في 2018 لكننا لم نتقن في رمضان صح؟ كانت مظاهرات مع البصرة صح صح كانت المظاهرات في المثنى أيضا كانت مظاهرات في عموم العراق تقريبا في سنة 2018 وكان لقاء حقيقة يعني باقي في الذاكرة لقاء اتعرفنا به عليك يعني وجها لوجه كان لقاء رائع جدا واحد من اللقاءات اللي أنا أفتخر أنه هني سويت بهذا برنامج حقيقة أنت الأستاذ فارس حرام فارس حرام اللي أيضا مكان خالي ومشتاقيله ومشاء الله قريبا بلكتالله يكون موجود أستاذ باسم أريد أسألك على قضية قضية الملف الصحي بالبرلمان عفوا الملف الصحي بالعراق بس قبل ملف الصحي أريد أسألك شفت البرامج مع المقالب اللي برمبان نعم شفت بعضها شنو أكبر مقلب عايشة العراق حقيقة المقلب اللي عايشة العراق حقيقة راح تلقي كثير من الكوميديا والسخرية وحقيقة أيضا أنت ما تحتاج تبالغ في الأحداث والعبارات اللي يقولونها لأن هي كوميدية ابتداءا ما يحتاج ترتشها حقيقة أو تضفع لها لمسة كوميدية لأن عندنا شخصيات موجودة بمستوى من البلادة بحيث يظهرون بشكلهم الطبيعي ويضحكون الناس شنو قصدك ده تقصد أحمد منفي محافظ المثنى يعني أنا أتكلم عن الشخصيات السياسية لكن حقيقة بالنسبة لسيد أحمد منفي عنده مشهد مشهد فيه كثير من استخرية يعني المشهد اللي الفيديو اللي كان مع الإعلامي أنا قرأت لك حيدر أنا قرأت لك منشور التكاتب لا أعرف كيف تستضيف إعلامية مثل سحر عباس شخصاً محدود الذكاء مثل أحمد منفي لا يعرف الفرق بين الكرسي وبين السكملي وين البشير شو أنهاي أريد أقول لك على شغلة من وراء هذا المنشور أنا راح أشوف أحمد منفي شنو فيلمه من السبوع الجاي فراح نفتح قضيته ونقوم بعمل حلقة لغاية الفيديو أعتقد خوش مادة أعتقد يعني أحمد منفي يشكل خوش مادة إذا حضرتك يعني تدري أوباما لما فاز بالانتخابات الكوميديين يعني الأمريكان شعروا بصدمة ليش لأن أوباما ما يعطيهم مادة للسخرية والضحك بينما كان جورج بوش كان موضوع كل يوم كل ما يتحدث كانوا يسخرون من طريقة حديثة من عباراته من أحياناً جهلة في هذه المثال بالنسبة للسيد أحمد منفي في هذا المشهد ما كان موفق لأن الإعلامي حيدر يسئلة عن الكرسي المنصب فهو يقول له أنا والله ما قد على الكرسي ما أوقع الصور يمكن قال يسوي بواسير ما أدري إذا ذكر يعني البواسير مؤكدة بس يعني ممكن يعني جاي البواسير بالمشهد أو بالحذف ما أدري بس يعني تعبير سيء جداً إجابة سيئة دل على محدودية الذكاء وأصور يعني منصب محافظ لمحافظة مثل المثنى محافظة الحسجة والشعراء أن يجي محافظ بهذا المشهد وما يعرف الفرق بين المنصب الكرسي المنصب والكرسي السكملي مثل ما ذكرت فيه طبعاً بالمناسبة أنا حطيت في المقال قلت وين البشير شو عن هذا الفيديو هيا تهياته هيا تهياته قلت لك نريد أن نعيش أسبوع جميل قبل أن تطلع الحلقة القادمة إن شاء الله طبعاً ما رح نطلع بس هذا الفيديو رح نبحوش على فيديوهات أكثر و رح نشوف إن شاء الله في شنو فيلم أستاذ أحمد من في محافظة المثنى و إن شاء الله يطلع يعني إن شاء الله يخيب ظني إن شاء الله أنا أطلع غلطان ويطلع هو صح وهذا الأشياء أستاذ باسم أريد الحلقة اللي اشتغلناها بهذا الأسبوع هي عن مدى سوء الواقع الصحي بالعراق آخر مستشفى بالعراق اكتشفنا طبعاً بالمناسبة هذا الموضوع جديات مشقة أنا بصدفة يعني من خلال الريسرش وفريق الكتابة اكتشفت إنه آخر مستشفى بالعراق مبنى بسنة 1986 من المسؤول عن ترد الواقع الصحي بالعراق؟ يعني الحقيقة المسؤول عن ترد الواقع الصحي يعني شهادتي مجروحة بيهم التيار الصدري يعني ابتداءاً الوزارة نسيطر عليها التيار الصدري من بدايتها إلى حد الآن و يعني باستثناء الفترة اللي كانت عديل أحمود و أيضاً كانت فترة سيئة يعني الأحزاب الأخرى أيضاً ما كانت أحسن أو أفضل من التيار الصدري لكن سيطرة التيار الصدري لها أسباب عديدة عدا كون الوزارة هي تحت سيطرة التيار الصدري وهي البقرة الحلوب للتيار الصدري أيضاً القرار التشريعي رقم 44 لسنة 2008 اللي وزع الدرجات الخاصة على الأحزاب بحسب تمثيلها في مجلس النواب فكان التيار الصدري أكبر كتلة منفردة لذلك كان أكثر الدرجات الخاصة موجودة عند التيار الصدري و كان كثير من هذه الدرجات ضمن وزارة الصحة يعني مثلاً كيماديا اللي هي المؤسسة العامة لشراء الأدوية ومستلزامات الصحية أصور هذا الاسم أيضاً سيطرة عليها التيار الصدري صور هذه يعني أفسد دائرة في العراق ليش؟ لأن بإمكان هذه الدائرة تشتري يعني مثلاً الأدوية لو تشتري البنسلين حبة البنسلين بزيادة بسيطة يعني زيادة مئات ملايين دولارات فالأجهزة أيضاً يتمشي راها عن طريق كيماديا وأيضاً أنا عندي تجربة مع كيماديا كيماديا ادخلت في قضية الثلاجات بحيث زوروا وصولات من شركة أرتيكو الدنماركية التزوير واضح وأشرت هذا للمحكمة لكن للأسف المحكمة ما تغذيت شي بس لحظة أستاذ باسم شنو قضية الثلاجات ما افتهمتها شنو يا ثلاجات؟ يعني هاي من أغرب الصفقات ومن أكثرها فساداً اللي انتهت بطبعاً حتى الجانب القانوني بها نتكلم عنه أيضاً بكثير من السخرية والأحداث الغريبة صارت بها لكن هي هاي سبقة دائرة الصحة المثنى اشترت مئة وستين ثلاجة الواحدة منهم تقريباً بحجم الطاولة هذه اللي امامنا الآن هذه الثلاجة اشترتها دائرة الصحة المثنى من شركة دنماركية اسمها أرتيكو بسعر 42 مليون دينار للقطعة الواحدة بسعر إجمالي 6 مليارات ومئة وثمانين مليون دينار هذه الصفقة فاسدة من ألفها إلى آياءها وأنا طبعاً بالمناسبة اتصلت بالشركة الدنماركية وجبت العروض من الشركة الدنماركية اللي وصلني إيميل الشركة إلى الوكيل الحصري كان سعر الثلاجة الواحدة ألف يورو صور ألف يورو إلى ثين واربعين مليون دينار صفقة عجيبة الغريب أنه في هذه الصفقة اللي طال التحقيق بيها وعرض الداخل الشركة كيماديا اللي مسيطر عليها التيار الصدري وزوروا عروض من هذه الشركة ادعوا أنه سعر الثلاجة 12 ألف دولار والضمان لمدة أربع سنوات 14 ألف دولار 14 ألف دولار ضمان على الثلاجة صور شنق هذه الثلاجة اللي ضمانها 14 ألف دولار أيضاً لما نرجع للحلول القضائية اللي صارت بس لحظة استاذ بس دخيل الثلاجة صارها 12 ألف دولار والضمان ب 14 ألف إذا أطلت تجيب جديدة بعد عليش ليش أخذ الضمان؟ ليش دافع ضمان أكثر؟ لا هو أساساً يعني أنت لما تروح تشتري سيارة مثلاً إذا قال لك الضمان عليها تشتريها مثلاً 10 ألف دولار أو 12 ألف دولار والضمان 14 ألف دولار هذه معناها خربانة بدليل أنها تحتاج إلى ضمان غالي جداً السيارة المضمونة يعني الضمان هيكون 100 دولار لمدة 5 سنوات 300 دولار باعتبارها أنها ما تخرب هذه معناها إشارة إلى أنه هذه عطاراتها كثيرة بحيث يستبدلونها أكثر من مرة خلال الفترة فترة الضمان فكيمادي هي دخلت بالموضوع بهذا الطريق؟ ها يعني حمت الصفقة؟ بالنسبة للقضاء يعني حقيقة اللي صدر حكم بحبس مدير الصحة وأيضاً أحد الصيادلة فراس وجير واثنين آخرين أربع سنوات بعد ما نحبسوا قدموا طلب إلى لجنة العفو لشمولهم بالعفو لأن دارة الصحة ادعت أنه لا يوجد ضرر رغم أنه الخبراء اللي انتبعتهم المحكمة أكدوا وجود ضرر هائل على المال العام فلأن دارة الصحة ادعت عدم وجود ضرر لجنة العفو شملتهم بالعفو فطلعوا من السجن بعد شمولهم بالعفو واتصرت بنائب رئيس الهيئة وقلت له هذه صفقة شلون أنتم ما ميزتوا لأن هيئة النزاهة ما ميزت قرار شمولهم بالعفو فميز قرار شمولهم بالعفو محكمة التمييز لغت نقضة القرار ويفترض أن يرجعون إلى المحكة إلى السجن لكن بعد ما طلعوا من السجن هربوا من البلد والآن راحت أموال الدولة أجد قلت لي 6 مليارات دينار عراقي يعني تقريبا 4-5 ملاعين دولار 6 مليارات و 180 مليون لكن عندنا أيضا صفقة أجهزة تنقية الهواء 7 مليارات و 371 مليون نفس الطريقة وعندنا أجهزة منقيات الهواء طبعا بالمناسبة أجهزة تنقية الهواء أجهزة تقطيع النفايات نشمله بالعفو دون أن يتم استرجاع الأموال لأن وزارة الصحة ودائرة صحة المثنى ادعت عدم وجود ضرر على المال العام نفس الشيء قضية المنقيات الآن أصور إن حالت إلى محكمة الجنايات لكن ربما وزارة الصحة أيضا راح تدعي للمرة الثالثة في صفقات اللي هي صفقات استراتيجية مكافحة الفقر راح تدعي الوزارة أيضا عدم وجود ضرر وتحاول تبرع الحرامية الحرامية ذولا مهمين بالنسبة للكتلة السياسية هاي طبعا لأن ذولا الحرامية يأخذون الأحزاب تأخذ منهم نسبة مثل ما تأخذ من أعضاء مجلس النواب يعني عندنا في العراق قضية غريبة يعني مثلا إذا كان أعضاء الكتلة الكتلة أو الحزب يستقطع من رواتبهم لا بأس في ذلك اتفاق بين النائب والحزب لكن عندنا قضية غريبة أن الحمايات الحمايات للأعضاء يخصصون 16 شخص حماية منهم 2 أو 3 رواتبهم تروح مباشرة إلى الحزب وهذه سرقة من أموال الدولة فكل الأشخاص الفاسدين في كل الدوائر هم مهمين لهؤلاء الأحزاب يعني في الصفقات في العقود في استقطاعات الرواتب وإلا هذه الأحزاب من تحصر على هذه الأموال التي تنافس بها حتى الأحزاب الكبرى في دول العالم في صدتها ومقدار ما تنفق على الحملات الانتخابية وعلى المكاتب الموجودة في كل المحافظات الأحزاب جاي توظف فاسدين وتستقع من فسادهم حتى تموّل نفسهم زيان الواقع الصحي بالعراق دع تشوفه انت موجود بالعراق ودع تشوف قدامك الوضعية الشون سيئة وحارثة مستشفى من الخطيب والتحقيقات اللي طلعت والأحداث اللي صارت تثبت أنه الواقع الصحي جدا جدا سيئ الحل شنو؟ بسيط جدا اليوم إحنا إذا نقدر إذا نفعل القضايا الموجودة والملفات اللي فعلا موجودة يعني بإمكاننا أن ندققها اليوم إذا نرجع إلى تقارير ديوان الرقابة المالية نجد مخالفات كبيرة هائلة لكن للأسف هذه التقارير تصددن بإجراءات تحقيقية غير صحيحة أنا أتكلم يعني ما أتكلم عن الإجراءات التحقيقية عندنا أخطاء قضائية كبيرة يعني ممكن بعض الأخطاء تكون فاحشة وأنا ما أتكلم يعني أتكلم عن أخطاء أشخاص ما أتكلم عن أخطاء مؤسسة لأن القاضي إنسان ممكن أن يخطئ أو يصيب وممكن يعني أحيانا أنه يتعمد الخطأ موارد وهذا ما يمس سمعة القضاء ولا شرف القضاء العراقي نحتاج إلى أن تكون الإجراءات رصينة يعني مثلا عندنا قضايا كثير تم غلقها سواء بالصحة أو بغيرها دون أن يكون هناك إجراءات صحيحة مثلا عندنا في قضية قضية الحريق اللي صار في المثلنة طبعا بالمواسبة الحرائق الموجودة الآن نتكلم عن حريق مستشفى الخطيب عندنا في المثلنة صار حريقين ثمين في سنة 2010 احترق قسم الكيلة الصناعية وتعطلت أجهزة الكيلة الصناعية لأن عضو مجلس محافظة المثنى مادة سيليك من قسم الكيلة الصناعية إلى بيتها على مسافة يمكن أربعمائة متر أو خمسمائة متر فكان عدها كهرباء مستمرة 24 ساعة باليوم بحيث بالصيف ابنها يطلع بره البيت حتى يدفه ابن البرد مال البيت في سنة 2005 و 6 و 7 إلى حد سنة 2010 عدها كهرباء مستمرة من قسم الكيلة الصناعية و شب حريق وتعطلن أجهزة اثنين و ظلوا مرضى الكيلة اللي يعدهم عجز كيلوي و يحتاجون إلى غسيل اضطروا إلى أن يرحون إلى الناصرية و الدوانية لأن السيدة تحتاج أن تبرد نفسها طيب و هاي تحاسبت ولا شو الموضوع و المنتابعة هاي لا ما تحاسبت نقلت الدعوة إلى محكمة بالناصرية أفرجت عنها أيضا المدير الصحة اللي مدلها السلك اعتبروا جريمته جريمة وقتية مو مستمرة لأن هي استمرت بعد العفو فشملوه بالعفو مال 2008 رغم أن الجريمة استمرت لحد سنة 2010 طبعا هذا اللي انشمل بالعفو النائب عضو في مجلس النواب عن كتلة السيد العبادي رشح السيد العبادي وأصور عند رغبة أن يرشح مرة ثانية حتى يحرق قسم الكلة الصناعية مرة ثانية أو قسم آخر بطريقة أخرى ممكن من هو هذا النائب؟ بدأ طقنا بأسماء؟ النائب فالح الزياد ما عندي مشكلة أنا أذكر أسماء الفاسدين طالما عندي دليل يثبت فسادهم لأن بالقانون فإذا أقام القاذف الدليل على كل ما أسنده إلى المغذوف انتفت الجريمة أنا عندي أدلة على فساد هذا الشخص و مشمول بالعفو و قرار العفو عندي موجود و العضو هذه من مجلس المحافظة هذه الشانت مادة الواير من هي؟ وفاء أبو خشة وفاء أبو خشة أوكي تمام اللهم أني فاعل خير وأنا فاعل خير قالي ماذا أحبك؟ قالي ماذا أحبك؟ اتطقه أستاذ باسم ما هو تقييمك لأداء الدورة الحالية للبرلمان؟ والله أنا اختصرتها بعبارة ذكرتها أكثر من مرة قلت أن هذه الدورة البرلمانية أسوأ دورة برلمانية من أيام حمرابي لماذا؟ و بيها كريم علاوي جهوش صوينيخ و بيها الحالبوسي رئيس برلمان و حسن الكعب النائب مالته شو تريدون بعد؟ لا حقيقة يعني أنا المخالفات القانونية اللي هي حقيقة مخجلة و انتهاك الدستور المخجل في هذه الدورة أخليه على صفحة على جهة أنا أتكلم عن التشريع حقيقة البرلمان شرع قوانين مخالفة للدستور يعني تقريبا ما شرع نص قانوني إذا ما بي مخالفة دستورية و انتهاك لحق أو حتى بعض القوانين تم تشريحها لتحقيق مصالح بسيطة جدا لأعضاء معينين من النواب مثل قانون معادلة الشهادة اللي يعني فصلوه حتى مجموعة من الأشخاص الأعضاء في مجلس النواب اللي سجلوا في الدراسات العليا و الدراسات الجامعية خلافا للقانون حتى يحصلون على هذا الشهادة شرعوا قانون لأنفسهم وهذا حقيقة مخجل أذكر هذا القانون صارت على يضجة و الناس ضاجت من عنده و بظلم و إشعار يعني هو أستاذ هو مجلس شهور الدولة يتكلم عن أنه لا يجوز لأعضاء مجالس المحافظات و أعضاء مجلس النواب التسجيل في الدراسة الجامعية الأولية أو العليا ليش؟ لأن يفترض هو هذا متفرغ لعمل انتخبناه حتى يتفرغ لعمل ليس انتخبناه حتى يدرس في مصر أو في العراق أو في جامعة أو كلية أهلية سواء يحضر أو لا يحضر يأخذ الشهادة بيها صح نتفق أنه ليس نتفق ما العلاقة هنا محايد ناقل ولا أستوش اسمه أنه هذه أسوأ دورة برلمانية مرت على العراق بالضبط أسوأ دورة و أعتقد حتى ممكن أجهل دورة بالقانون بالمقارنة مع الدورات السابقة هذه الدورة القوانين اللي شرعت بيها سخرية عجيبة مثل القانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم تخبطوا كثير وارتكبوا مخالفة كبيرة بالمناسبة المحكمة الاتحادية الآن تنظر دعوة لإعادة مجالس المحافظات والحقيقة يعني إعادة مجالس المحافظات مخالفة دستورية باعتبار أن الناخب صوت لمجلس عمره أربع سنوات صار عقد انتخابي بين الناخب وبين الدولة أنه يكون عمر المجلس أربع سنوات معناه الناخب يستحق أن يصوت مرة ثانية لاختيار بديل بعد أربع سنوات مجلس النواب أتصور في الدورة السابقة مدد خلافة عند القانون بالمناسبة أنا باتشر عندي دعوة بالمحكمة الاتحادية طاعن بدستورية المادة 14 أولا من القانون رقم 10 لسنة 2018 اللي مددت للمجلس وهذه مخالفة دستورية أتمنى أن المحكمة الاتحادية تعيد عقارب الدستور إلى مكانها الصحيح طيب مهي المشكلة هو مجالس المحافظات موجود بالدستور وهو الناخب العراقي صوت والانتخابات ما صارت لأسباب كثيرة منها عساس ماكو فلوس وعلى أساس منه يعني هو بالنسبة مجالس المحافظات منصوص عليها بالدستور أنا مو ضد عودة مجالس المحافظات بانتخابات شرعية هو الدستور ينص على ذلك لكن أن يمدد لمجلس المحافظة لمدة سنة أو سنتين أو ثلاثة يعني معناه إذا أعطينا هذه الصلاحية لمجلس النواب بإمكانه أن يمدد لمدة 40 سنة فالمبدأ خطأ إذا تعطيه الجزء ممكن يأخذ إذا تعطيه سنة ممكن يأخذ 40 سنة أو 50 سنة لذلك يعني هذه مخالفة دستورية باعتبارها أنها تعطي لمجلس النواب صلاحيات أكثر مما يمنح القانون و الدستور بس أتكرر هذه المعلومة التي لم يرى لقاء مالتنا سابقا كم صوت جبت بالانتخابات عن محافظة المثنى في 2018 أستاذ باسم 19675 أنا حاصل على ما يقرب من 10% من أصوات المحافظة والذي صعد في مكانك ما قد جاب 1900 يعني قريبا 10% من أصواتك وجاب و صعد و تلا أقل من 10% نعم أنا حقيقة أنا نائب بحكم القانون لأن المادة 14 من النظام الداخلي يتنص على أنه يعدل مرشح المنتخب عضوا في المجلس و يتمتع بجميع حقوق العضوية من تاريخ تصديق المحكمة على انتخابات يعني أنا عضو رسمي في مجلس النواب لكن السيد الحلبوسي يصور نفسه أنه فوق القانون لكن أنا أصور بقاءه فوق القانون ما راح يدوم و راح كل ما يرتفع فوق القانون راح تكون سقطتها أكبر و إن شاء الله العيان القادمة يسقط كل التوفيق إن شاء الله أستاذ باسم كل التوفيق بصورة عامة و ليس كل التوفيق بصورة عامد الحلبوسي لا سامح الله أنا مليع علاقة كل التوفيق إن شاء الله و شكرا جزيلا لأنه شرفتنا اليوم و كان لقاء ممتع كالعادة و أنا جدا أتعلم من عندك هاي أشياء شكرا جزيلا كل التوفيق آه سؤال شكرا جزيلا ستاذ باسم شكرا لك ممنون جدا شكرا جزيلا مشاهدين شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا